بحضور الشيخة مرام بن تعيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعية قام فريق جود للعمل التطوعي التابع لبنك البحرين الإسلامي بتشجير الموقع القريب من حديقة السماهيج ضمن المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير المقامة تحت شعار دمتي خضراء وشارك في تشجير عشرون طفل من الجمعية البحرينية لمتلازمة داون وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل حيث تمت مراسم زراعة أكثر من مئة شتلة وتوزيع أكثر من خمسين نبتة على عدد من البيوت في منطقة السماهيج وبهذه المناسبة شادت الشيخ مرام بن تعيسى الخليفة بجهود البنك في إشراك موظفي والأطفال من فئة متلازمة داون في الحملة الوطنية للتشجير وذلك من خلال التعاون بين القطاع الخاص والعام لتنفيذ الخطط المستقبلية الرامية لتحقيق الاستدامة وزيادة الرقعة الخضراء من خلال مشاريع التشجير والمحافظة على الثروة النباتية والمحميات الطبيعية ومن جهته أشار السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي إلى أن مشاركة البنك في الحملة الوطنية للتشجير تأتي لتحقيق الأهداف البيئية وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية بغية الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٠٦ وآ٦٠